اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من قناة حضر موت نبدأها بابرز العناوين الرئيس العليمي يؤكد ضرورة انتقال المجتمع الدولي الى دائرة الفعل ازاء الانتهاكات الحوثية وفد حضر موت المشارك في مشاورات الرياض يعود الى حضر موت وزير الصحة يبحث مع مركز الملك سلمان تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي لجنة المناقصات بوادي حضر موت تأتناقش مستوى الانجاز في مشروع ابراج الكهرباء وعدد من المشاريع اهلا بكم مجددا والى التفاصيل اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ضرورة انتقال المجتمع الدولي في مقاربته للوضع اليمني من سياق الاقوال الى دائرة الفعل لانهاء المعاناة الانسانية وانتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان وثمن الرئيس العليمي لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الامريكية ستيفن فاغين الموقف الدولي الثابت ازاء القضية اليمنية لكنه قال ان الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود الاشقاء والاصدقاء لانهاء الحرب التي اشعلتها هذه الميليشيات واشاد الرئيس العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الامريكية ومواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتدخلاتها الانسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق طلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية عاد وفد حضر موت المشارك في مشاورات الرياض الى حضر موت بعد انجاز مشروع حضر موت المتمثل في اشهار مجلس حضر موت الوطني وثمن الوفد دعم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بوقوفهم المساند للتطلعات ابناء حضر موت في رسم تاريخ حضر موت الجديد يذكر ان مشاورات الرياض اثمرت تشكيل مجلس حضر موت الوطني والتوقيع على الوثيقة السياسية والحقوقية ومثاق الشرف الحضرمين هذه الزيارة المباركة تم الاتفاق من خلال وحدة الصف وحدة الكلمة التي تمتع بها اعضاء الوفد حيث جعلوا حضر موت هي الغاية الاولى والقضية الكبرى بالنسبة لهم ولهذا كان صوتهم عالي في ان تكون حضر موت في مكانها الصحيح والكبير وعلى كل حال تم تشكيل المجلس الوطني الحضرمي الذي يعتبر النواهة الاساسية لتحقيق كل طموحات الحضرم وامالهم اهدافهم نتقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وجعبة على حسن الضيافة ووقوفهم مع حضر موت بالذات حضر موت التاريخ حضر موت الحضارة وهذه النتية وكانت النتية طيبة جداً لحضر موت وحققنا المجلس الوطني الحضرمي وهذا أكبر نيال خلال 25 سنة كانت طبعاً المشاورات الحضرمية في الرياض عبارة عن ثلاث محاور المحور السياسي والمحور الأمني والمحور الاقتصادي الاجتماعي كوني رئيس المحور الأمني تم مناقشة كثير من القضايا التي تعزز وتدعم الأمن والاستقرار في وادي حضر موت قدمنا معالجات كثيرة لمسنا في جانب الأشقاء اهتمام بالغ بأمن واستقرار حضر موت وإن شاء الله نحن مقبليون على مرحلة نرسمها الآن إن شاء الله فيها الخير الكثير لأبناء حضر موت التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريال منويرا في نالس لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وأكد بن مبارك أن الحكومة تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من معاناة اليمنيين موضحا أن ميليشيا الحوثي صعدت من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني ولم تبدي أي تجاوب حقيقي مع مساعي السلام وشدد بن مبارك على أهمية أن يكون للاتحاد الأوروبي دور أساسي في الضغط على الحوثيين بما يتماشى مع المبادئ الأوروبية لوقف الانتهاكات بحق النساء ووضع حد لسياسة تجنيد الأطفال وتلقينهم ثقافة الكراهية والكف عن استهداف المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني وفي اللقاء تم تأكيد وقوف الدول الأوروبية مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره واستمرار بذل الجهود لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في الرياض مع مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي في اليمن واستعرض الوزير بحيبح الوضع الصحي في اليمن مشيرا إلى البرامج والمشاريع الصحية المثمرة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في عدد من المحافظات والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من أوضاع أبناء الشعب اليمني وأشاد وزير الصحة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن في مختلف المجالات بينها القطاع الصحي وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة مناقشة المشاريع المشتركة وتزويد المركز بقائمة أولوية الاحتياج للوزارة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وبصورة عاجلة لتسنى للمركز دراسة وإمكانية تلبيتها شهد محافظ شبوى عوض العلقي التوقيع على عقدي شراء وتوريد مواد كهربائية لمؤسسة الكهرباء بالمحافظة بتكلفة مائة وستة عشر ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين دولار وتنص اتفاقية العقد الأول على توريد محولات خفض مختلفة القدرات والمقاسات كما تنص الاتفاقية الثانية على توريد عدادات كهربائية ومضخات للديزل وأكد المحافظة العلقي ضرورة الالتزام بالشروط الفنية المبرمة في عقدي الشراء موجها مؤسسة الكهرباء بالإشراف عليها وفحص جودتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات ناقشت لجنة المناقصات برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري مستوى الإنجاز في مشروع أبراج نقل الطاقة 132 كيلو بولت خرير وغريو والإجراءات والمعالجات التي ستسهم في التسريع بإنجاز أعمال حفر قواعد الأبراج وتكذف المعدات لتعجيل بعمال الحفريات كما وقفت اللجنة أمام مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الأخرى التي يجري العمل فيها بوادي وصحر حضرموت وأقرت اللجنة بحضور وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان إجراءات تسليم مشروع مدرسة لحرو في مدرية حريضة وشدد العامري على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروع أبراج نقل الطاقة مؤكداً أن السلطة تسعى إلى إنجاز هذا المشروع الذي سيكون إضافة كبيرة في توفير خدمة الكهرباء للمواطنين ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة وذلك لمناقشة الخطة الأمنية خلال عيد الأضحى المبارك وعدد من المستجدات الأخرى وخلال اللقاء أكد الأمين العام نيمر الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة وتشديد الرقبة والتفتيش في النقاط العسكرية ومنافذ المحافظة لضبط أي اختلالات أمنية وناقش الاجتماع الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد من التقارير الأمنية والمستجدات الأخرى ومدى نجاح حملة إزالة النقاط غير القانونية في مديرية تشحن اختتم نادي الطالب الجامعي بحضر موت دوراته ضمن برنامج باحث بكلية جامعة سيئون الممول من مؤسسة حضر موت تنمية بشرية وبالتعاون مع جامعتين حضر موت وسيئون ويهدف البرنامج لتعزيز البحث العلمي في جامعتين حضر موت وسيئون والدفع بالطلبة نحو البحوث العلمية للارتقاء بالبيئة الجامعية في المحافظة وأشاد رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري بالدور الذي يقوم به نادي الطالب الجامعي في سبيل ارتقاء الطلاب إلى معارف ومهارات علمية وتطبيقية تمكنهم من الدخول في سوق العمل وعبر الكثيري عن امتنانه لرئيس مجلس أمناء مؤسسة حضر موت تنمية بشرية المهندس عبدالله أحمد بقشان لرعايته للشباب والقيام بعمل تخدم الطالب الجامعي لسبيل مرحلة البحث العلمي والتعليم الجامعي يذكر أن البرنامج الذي شارك فيه ثمانون طالبا من كليتي العلوم الإدارية وكلية الطب تناول مفاهيم وأساسيات البحث العلمي ودوره في التحليلات المتقدمة والتحليل متعدد المتغيرات وذكاء الأعمال أعلن البنك الدولي موافقته على منح اليمن تمويلا إضافيا بأكثر من خمسة وعشرين مليون دولار للمساعدة في تحسين الخدمات في المدن وأشار البنك الدولي في بيان إلى موافقته على منحة بقيمة تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف دولار ومنحة أخرى قدرها خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار كتمويل إضافي للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ومن شأن هذا المشروع أن يعمل على إعادة تسيير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمعود حسب البيانة ناقش مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين بعباد مع مشرف البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بحضر موت صادق بشراحيل أوجه تدخلات برنامج الأعمار في قطاع التعليم بساحل حضر موت وأشار المدير بعباد إلى أهمية حرص قيادة مكتب الوزارة بالساحل في تسويق مشاريع القطاع التربوي والتعليمي للجهات المانحة والدعمة من أجل التغلب على الكثير من الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية بالساحل من جانبه أشار بشراحيل إلى أهمية الاطلاع على الأولويات الاستثنائية من المشاريع التربوية التي تلبي احتياجات المجتمع في القطاع التربوي مشيدا بالجهود التي تبذل من قبل قيادة المكتب لتوفير البيئة الملائمة والمناسبة للعملية التربوية والتعليمية والتي أسهمت في الاستقرار في ساحل حضر موته وقع مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الأضاحي في اليمن للعام 1444 هجرية ويهدف المشروع الذي يستفيد منه 3640 أسرة من الأسر المحتاجة من النازحين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في أربع محافظات تشمل عدن وحضر موت والمهرى ومأرب إلى التخفيف من معاناتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم في عيد الأضحى المباركة ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن في مختلف القطاعات والمجالات الإنسانية ختام النشر مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبع الرئيس العليمي يؤكد ضرورة انتقال المجتمع الدولي إلى دائرة الفعل الأزاء الانتهاكات الحوثية وفد حضر موت المشارك في مشاورات الرياض يعود إلى حضر موت وزير الصحة يبحث مع مركز الملك سلمان تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي لجنة المناقصات بوادي حضر موت تأتناقش مستوى الإنجاز في مشروع أبراج الكهرباء وعدد من المشاريع وصلنا إلى ختام النشر مشاهدين شكرا لطيب المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بأمان الله اشتركوا في القناة